الزميلات والزملاء نواب شعب مصر المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة الماضية بكامل تشكيلها أغلبيةً ومعارضة ذلك التشكيل الذي ضمن مزيدًا من التنوع في الخبرات والتخصصات واطلعت اللجنة بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني حيث شهدت اجتماعاتها حضور السادة الوزراء ونوابهم مما أتاح نقاشاتٍ معمَّقةٍ حول كل تفاصيل البرنامج لضمان فهمٍ شاملٍ ودقيق لكل جوانبه وقامت اللجنة بمراجعة برنامج الحكومة بدقةٍ وتمعٌ متخذةً من الشفافية والإخلاص منهجًا لها السادة النواب إنما قامت به اللجنة يعد نموزجًا يحتذى به في كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المُثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يفوتني في هذا السياط أن أشيد بالتغطية الإعلامية المتبيزة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة من جميع الوسائل الإعلامية التي جاءت تغطيتها مثاليةً وشاملةً لجميع أعمال اللجنة فكل الشكر والتقدير لرجال الإعلام المصري الشرفاء وختامًا لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ تقديري وامتناني لأعضاء اللجنة المؤقرين وللسادة الوزراء ونوابهم ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل القيم وفقنا الله جميعًا لما فيه خير مصر مصرنا الحبيبة